أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم اشتقت إليكم مرة أخرى عدت لكم وطبعاً الآن سوف أقوم بالقراءات المجانية المختارة اخترت ثلاثون قراءة مجانية مبدئياً وسوف يكون عشرون قراءة عوضاً عن العشرة قراءة المتبقية يعني لأن الوقت لا يسمح وطعبان شوي نفسياً هكذا ما أقدر فطبعاً رح أسوي ثلاثون قراءة مجانية شوف أنا يعني كريمة والحمد لله والكرم من عند الله عوضاً أنه أسوي عشرون قراءة أسوي تربعون ولكنني سوف أقوم بعمل ثلاثون قراءة وإن شاء الله بكرة رح أفتح المجال إلى عشرون قراءة أخرى مضافة مجانياً بحول الله أنتقل إلى أبدأ إلى القراءة الأولى قراءة مرنيسة بن صليحة على حكيم بن يمينة هل فيه رجوع وزواج أول شيء الرجوع نعم موجود هنا ورقة الزواج موجودة لكن هذا الحبيب الآن مبتعد وشكلكم يعني أنكم لاثنين معاني دين شوي في موضوع الارتباط يعني كأنه هنا يبتعد ويرجع لكن شوفي ورقة الزواج موجودة هو جاهز للزواج لكن شايف أنه فيه فارق يعني أظن أنه أنت أحسن منه مادياً أو هو أحسن منك مادياً يعني على العموم يوجد فارق يوجد اختلاف فيما بينكم والظاهر أنه اختلاف مادي لكن على العموم هذا الرجل يفكر معك بالزواج وأنا شايف أنه فيه رجوع الرجوع رح يكون بعض وقتين يعني بعد يومين أسبوعين شهرين على أقصى حد بحول الله يا حبيبتي مرنيسة هذا الرجل رح يرجع لك ورح يكون الرجوع متبادل يعني رح ترجع له ورح يرجع لك في نفس الوقت يعني هاي المرة لا تعندوا على بعض وإن شاء الله الأمور تكون تمام والعلاقة رح تتحسن يعني رح تكون أحسن من قبل بحول الله وإن شاء الله خير أنتقل إلى القراءة الموالية حد بن تحسينة هل في حب وزواج موليد عشرين أوت تسعة وثمانون بلال ابن فريدة حد بن تحسينة هل في حب وزواج أول شيء هذا الرجل تقريبا مطلق أنا شايفة أنه بلال ابن فريدة مطلق أو منفصل أو أنه يعني يعني له تجربة على العموم ليست تجربة علاقة عاطفية بل تجربة زواج أو انفصال يعني علني يعني الناس كلها تعرف أنه منفصل ما أدري لو تعرف بهاي المعلومة أو لا هو إنسان يعني لسه منفصل حديثا تقريبا عنده سنتين أو يعني عنده وقتين منفصل عنده سنتين عنده شهرين عنده المهم إنه منفصل حديثا يعتبر فهذا الرجل لسه غير لسه طالع من علاقة يعني لسه مو غير جاد لا هو جاد معك ولكنه ليس جاهز بعد إنه يدخل فيه علاقة لأنه لسه طالع من علاقة جديدة يعني كأنه يبي يأخذ مهلة عشان يفهم أموره ويفهم حاله فأنا من رأيي إنك خلي هذا الرجل يعني خلينا نشوف نعم هو يفكر معك بالزواج ولكن خليه يأخذ فصحة من إنه يفهم حاله يعني ما ترفضي ما تفرضي عليه إنه يتواصل معك لا بالعكس هو يحبك هذا الرجل يحبك ورقة الزواج موجودة لكن حاولي إنك تعطيه فرصة تخليه في محاله لأنه هو لسه طالع من علاقة شوية هيك علاقة متعبة علاقة طلاق أو علاقة انفصال على العموم إن شاء الله خير الحب موجود لكن حاولي إنك ما تشكي كيفي صدق هذا الرجل الزواج موجود لكن ليس لسنة 2020 إن شاء الله يكون سنة 2021 لأنه هاي الطاقة تعطي فقط الطاقة لمدة سنة فقط فإن شاء الله خير طيب أنتقل إلى القراءة الموالية قراءة خولة بنت فتحية مرأة برج الجدي على عبدالقاد برج الأسد مصير العلاقة أول شيء أنتم هنا علاقة أون أوف أون أوف العلاقة أون أوف في علاقة ثلاثية حبيبتي خولة بنت فتحية يعني هذا الرجل أنا شايفة إنه هو إما أنت وراك أحد عم يتابعك أو شخص عم يزاجك أو إما هذا الرجل عنده علاقة ثلاثية على العموم أنت شكة فيه لكن حبيتي تتأكدي هذا الرجل يعني عبدالقادر ابن حوة أنا شايفة إنه عنده علاقة ثلاثية حاولي إنك تتأكدي من هذا الموضوع أوكي بالنسبة لك صادق معك لكن إذا كان فيه نوع من الاستغلال سواء كان بقطع النظر عن نوع الاستغلال عاطفي جسدي جنسي مادي حاولي أنك تحطي حد لهذا الموضوع على العموم هذا الرجل أنا شايفة كمصير العلاقة شايفة إنه جاد معك لكن حاولي إنك ما تهتمي به زيادة عن اللذوم لأنك ربما بكرة تندمي يعني الإنسان لما يعطي قيمة زيادة عن اللذوم لشخص هيك شوي يعني شوف حاله عليكم فحاولي إنك بقدر مستطاع إنك تتصرفي بطريقة عادية يعني هو يحبك وعنده مشاعر تجاهك بس المشكلة إنه ما يبين ذلك فطبعا هاي طريقة مو حلوة يعني في حقك لكن ولا يهمك فيه طالما إنه المشاعر موجودة وإنه صادق معك نصيحتي لك لا تعطيه أكبر من حجمه أوكي يعني هذا هي نصيحة مصير العلاقة حاولي إنك لسه 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 يعني مثل الميزان عم يأخذ ويعطي لسه مو مستعد إنه يتزوج يعني كمصير العلاقة لسه ما عم شوف إنه فيه زواج يا حبيبتي خوله لكن إن شاء الله خير على العموم لكن أشوف إنه العلاقة رح تأخذ المنحة الجدي بحول الله بس يتطلب منك الكثير من الصبر وإنتي مرأة برج الجدي مرأة صبورة جدا فإن شاء الله خير يا رب طيب أنتقل إلى قراءة الموالية قراءة سهام بنت نادية عفوا مو قراءة سهام بنت نادية قراءة سالمة بنت فاطمة ورياض ابن عائشة سالمة بنت فاطمة ورياض ابن عائشة أول شيء هنا كارت الانفصال إنتم منفصلين منفصلين لأسباب خيانة أو سبب حزن كبير في قلبك أنت لسه ما شوفتي منه لسه ما طلعتي من العلاقة العاطفية لسه تعبانة مرهقة هذه العلاقة آلة متكي جدا 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 لكن أقول لك إنه هذا الرجل رح يتندم على إنه تركك لإنه بصراحة فيه نوع من الفتنة بالموضوع أو ربما يعني هذا الرجل يسمع كلام الناس أو تسرع في أخذ قرار الانفصال لكنه رح يرجع لك ندمان أنت أصلا منتظرتي وهو منتظرك في كل الأحوال هذا الرجل إن شاء الله رح يرجع لك أنا شايفة إنه هذا الشهر الخامس رح يكون فيه عندكم رجوع لكن ليس رجوع للزواج لا رجوع مبدئي يعني رجوع كبداية فتح العلاقة العاطفية من أول وجديد وإن شاء الله رح يكون فيه رجوع فيما بعد على العموم آخر سنة 2020 هي سنة زواجك من هذا الرجل فإن شاء الله خير يعني أنا متفائلة خيرا في هذه القراءة رغم أنه هي شوية حزينة يعني بصراحة رغم أنه القراءة حزينة لكن لا تبكي يعني إن شاء الله خير أنا متفائلة حول الله تكون الأمور تمام إن شاء الله طيب أنتقل إلى قراءة الموالية قراءة سهان بنت نادية حالك وأحوالك وكل اللي في بالك سهان بنت نادية هل فيه رجوع مع مهدي والدباية شوفي بصراحة يعني إذا إذا جاءتك يعني مضرة من أحد والله بعدك منها فأحمد الله على ذلك لأنه وعسى أن نكره شيئا وهو خير لنا فوعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم عفوا يعني لا تأخذ الأمور على أساس أنك قليلة الحظ يا حبيبتي سهان صحيح أنه كل شيء حواليك ضدك كل شيء قريب منك ضدك مو معك لكن أؤكد لك بأنك من إنسانة تستحقي كل الخير بحول الله أصبري أنت إنسانة صبورة ما شاء الله مثل الله هيك صبورة تستحقين جائزة نوبل للصبر بصراحة لكن أقول لك بحول الله رح تكون كل الأمور تمام إن شاء الله القليل من الصبر أنا أعلم جيدا أنه كل الناس اللي حواليك ضدك أعلم أنك مرأة صبورة جدا بالنسبة للطليق مهدي ابن بايا أنا شايفة أنه مش رح يرجع لك بصراحة أنت رح تجي دي شريك حياتك المراسب أنا شايفة أنه هذا علاقة فاشلة وأنت تستحقين الأحسن منها فبالتالي رح تتعرفي على أحد عن طريق الميت هو اللي رح يطلعك من هذا الضغط العائلي سواء كان عندك ضغط عائلي أو رح يطلعك من الضغط الموجود عندك يعني لأنك لسه ما شفيتي من تجربة الزواج الفاشلة ولكن شوفي والله العظيم أقسم لك بالله أنك لو فكرتي في نفسك شوي وصنعتي من ضعفك قوة بحول الله تكون الأمور تمام يعني أؤكد لك أن الأمور رح تكون جيدة فلا تقلقي إن شاء الله خير يا رب بالنسبة للطليق مهدي ابن بايا ما أشوف أنه رح يرجع لك شوفي أنت هنا مجروحة جدا من تصرفاته انسي الموضوع أنت من جهة تقولين يعني ضغط الزوج أرحم لي من ضغط العائلة ولكن والله العظيم الله يخبئ لك أشياء جميلة جميلة جدا رح تبكينا فرحا لسماعها أو عند لقاء الشخص الصحيح فلا تبكي على ماضيك إن شاء الله بحول الله مستقبلك زاهر وطيب أضيف لكي سؤال يعني نتيح تتعرفي عليه الشخص الجديد الله يرح يكون عندك زواج وهو رجل يعني من موليد شهر ستة موليد شهر ستة طالع هوائي طالع هوائي ورح يكون كويس جدا ورح تتعرفي عليها في فترة عيد ميلاده يعني شهر ستة أنت رح يكون عندك تعارف مع هذا الشخص طيب أنتقل إلى القراءة الموالية قراءة رندا بنت فتحية وأحمد بن فاطم هل فيه رجوع أو لا أول شيء أنتم هنا مفصلين مفصلين عم تعندوا أخطأتم في بعض ولكن المشكلة أنه هذا شخص تقريبا يعني صبرك نفذ منه من تصرفاته من الأن والأوف الموجود عندكم حبيبتي رندا هذا شخص متعب شوي ولكن الحب موجود أنتم توأم شو على هذا الرجل يحبك يحبك ورح يكون في عندكم رجوع بس أنتم هنا مفصلين كيف المشكلة؟ المشكلة أنه هذا الشخص يخطئ في حقك ولا يعتذر يخطئ في حقك ولا يتنازل ينتظر منك دائما للمبادرة فحاولي أن تكوني إنسانة قوية هاي المرة قرري أنك ما تعودي له لأنه هاي المرة إذ قررت أنك ما ترجع له رح يرجع لك هو غصبا عنه رح تفتكري كلامي رح يكون في عندكم رجوع بعد وقت يعني بعد يوم بعد شهر بعد أسبوع فإن شاء الله خير يا رب إن شاء الله الرجوع موجود بحول الله طيب أنتقل إلى القراءة الموالية قلاءة مروة بن فنجية وصيراج ابن فتحية أول شي بالنسبة للسيراج عنده مشروع حبيبتي مروة بن فنجية سيراج بولد فتحية عنده يعني عنده مشروع رح يدخل فيه بحول الله رح يكون مشروع ناجح فقط أنت حاولي إنك تنتظريه شوي أنا شايفة إنه الزواج موجود بحول الله عندك إما بعد ثمانية أشهر أو بعد ثمانية أسبين أو شهر ثمانية رح يكون تحديد لموعد الزواج أوكي يعني أنا شايفة إنه الأمور رح تكون تماما لكن آخر السنة 2020 رح يكون فيه يعني زواج تعم خلص تكوني تزواجتي لكن شهر ثمانية هو شهر تحديد الزواج أو بعد ثمانية أسابيع أو بعد ثمانية أشهر أو شهر ثمانية على العموم إنه أصبري عليه هاي الفترة هو يبني يدخل فيه مشروع ولكن إن شاء الله خير يعني أنا شايفة إنه هذا الرجل جاد معكي في الارتباط فشوية صبر فقط خليه يضبط أموره يضبط أوضاعه المالية بحول الله تكون الأمور تمام إن شاء الله طيب أنتقل إلى القراءة الموالية قراءة شو الإسم قراءة سمية بنت فطومة على رفيق بن حوة قراءة سمية بن فطومة على رفيق بن حوة طيب اسمعيني سمية بن تفطومة هذا الرجل هو جيد لكن المشكل شو إنه غامض جدا لسه ما عرفك على أهله معدن وخالص وحلو إنسان طيب وحلو بس وين المشكل ما يبين إنسان هيك يعني منطوي على نفسه ما يتواصل معك ما يتواصل كثير لكن أنا شايف إنه رفيق حتى ما حكالك على أهله ما عرفك على أهله ولا على حتى على أخواته عنده مشكلة مبتعد شوي على عائلته يعني كأنه ما في تفاهم كثير لكن شوفي حاولي إنك تكوني الأم والأخت حاولي إنك تتعرفي عليه شوي شوي لا تسكري الأمور على نفسك لا تغلق الأمور على نفسك حاولي إنك بقدر مستطاع إنك شوي شوي تدخلي في خصوصياته وهو صحيح من النوع اللي سبب لك في الأحراج لأنه ما يبي أحد يتدخل في حياته لكن في نهاية الأمر رح تكوني بحول الله يعني الأم والأخت ورح تعوذي له كل الفراغ اللي عايشه في حياته أمتي الآن عندك اختيارات تقولين لي يا سنين أنا عندي اختيارات أنا ما شاء الله علي جميلة وكذا ولكن عندي إحساس يقول لي انتظري هذا الشخص لأنه هو اللي رح يكون نصيبك هو الله مش رح يخيب ظنك على العموم أنا شايفة إنه بعد أربعة أوقات يعني بعد أربعة أشهر بعد أربعة أيام بعد أربعة أسابيع أنا شايفة إنه فيه شي رح يصير ما بينك وبينه لكن مو خطوبة رح يكون تعارف عائلات بس مو خطوبة يعني ربما هو رح يعرفك على عائلته من خلال التليفون أو هيك شي بس مو شايفة إنه هو رح يتم فيه خطوبة يعني سنة 2020 عشان أكون صريحة معك يعني عشان تفهمي حالك ولكن إن شاء الله خير يعني أنا شايفة إنه بالنسبة للخطوبة ليست سنة 2020 لكن رح يعرفك على أهله بعد أربعة أوقات أو هذا شهر أربعة أو بعد أربعة أسابيع للعموم في أربعة أوقات موجودة عندي وإن شاء الله خير طيب أنتقل إلى القراءة الموالية قراءة ساسية بنت خديجة وحفيظ ابن حواء آه أوكي ابن حواء صحيح ساسية بنت خديجة وهل في لقاء قريب مع الحبيب أو لا طبعا شو فيه هو هذا الحبيب مبتعد إما ربما هو في ولاية أخرى أو إنه صعب عليه إنه يجي ويتواصل معك لأسباب ربما أسباب مسافة يعني إنه أنت في ولاية هو في ولاية لكن على العموم هذا الرجل بحول الله رح يصير فيه عندكم مقابلة أنا شايفة إنه شهر أربعة يعني بحول الله لما تمر هاي الكورونا على خير بحول الله رح تتمفي بينكم مقابلة وعندكم مقابلتين مؤجلتين على فكرة لكن عندكم يعني مقابلة إما شهر أربعة أو بعد أربعة أسابيع يعني بعد شهر على أقصى حد رح يكون في عندكم مقابلة بحول الله يعني هذا مقابلتين مؤجرتين لكن إن شاء الله خير إن شاء الله رح يتم التواصل وإن شاء الله خير طيب أنتقل إلى القراءة الموالية قراءة سليمة بنت حضرية ومحمد ابن مش عارفة الاسم بصراحة لكن خلينا نقوله محمد ابن حوى عشيبية هيك صح مش فاهمة سليمة بنت حضرية ومحمد ابن حوى لأنه مش فاهمة الاسم أكيد جزائرية أكيد شكرا لك على تواصلك معي الله يساعدك سليمة بنت حضرية أنا شايف أن هذا الرجل هو يفكر فيك وبصراحة فيه خسارة كبرى لهاي العلاقة أنتم محسودين جدا على علاقتك مع هذا الرجل حسدتي حسدوك الناس على علاقتك بهذا الرجل إلى أن ابتعد تماما يعني هذا هو المشكلة وفي فتنة كذلك شوف أنه في فتنة بالموضوع أنه هذا الرجل يعني من جهة كان كويس معكي فجأة الأمور انقلبت طبعا هذا هو اللي يتسبب لك في الحيرة وصار فيه نفور وبرود سبحان الله يعني لدرجة أنك أنت انصدمت من تصرفاته شوفي هذا الرجل شكاك كثير يعني له ماضي مو حلو الماضي مو هو اللي لا تجاربه السابقة خلته يكون إنسان شكاك فبالتالي يعني رح يتسبب لك في نوع من الأذى النفسي يعني أنت إنسان صاحب الثقة وأهل للثقة يجي يشكك في ثقتك لأنه هو له تجارب سابقة يعني في الارتباط فبالتالي رح يتسبب لك في نوع من القلق النفسي أنا أنصحك لوجه الله واستخير الله طبعا قبل كل شيء وعسى أن تكروا شيئا وهو خير لكم وهذا ما أعيده لكم ميرانا وتقرارا لربما الانفصال كان سبب إنك تفتحي أبواب موصدة إنك تفتحي عيونك على ناس آخرين ليس ذلك الشخص أحيانا تقولين اليوم هذا هو الشخص المناسب لي ولكن ما تدرين على الأقدار ربما هو غير مناسب ولكن أنت تريني أنه مناسب بس على المدى البعيد لي لم يكن مناسب لك أنا شايفة أنه بصراحة يعني أنت رح يتقدم لك شخص ثاني لأنه هنا شايفة أنه في عرضين زواج على العموم رح يتقدم لك شخص ثاني مو نفس الشخص رح يكون في عندك رجوع مع محمد صحيح وهو يشعر بندم ولكن أنت رح يتقدم لك شخص ثاني أحسن منه بكثير حبيبتي سليمة رح تفتكري كلامي جيدا رح تفتكري كلامي جيدا بالنسبة للرجوع هذا الشخص لكي رح يكون على أقصى حد في ظرف الشهر ويرجع ولكن عندك علاقة جيدة جدا رح تدخلي فيها شهر ستة بحول الله تكون أحسن بكثير من علاقتك مع محمد طبعا أنا هلا رح ينزل الفيديو اللي مدته عشرون دقيقة للقراءات العشرة الأولى ورح ينزلوا بالتوالي فيديوهات أخرى العشرة ثم العشرة يعني ثلاثون قراءة وبكرا إن شاء الله رح أسوي عشرون قراءة مجانية شكرا لكم جميعا ورح ينزل هذا الفيديو الأول هذا البارت وان رح ينزل بارت تو ثري وإن شاء الله بكرا يعني الأجزاء المتبقية طبعا لا نتواصل كثير طبعا شوفوا اسمعوني في ناس أنا آلمني جدا ما سمعته من تعليقات ربما أنا لا أخذها بعيد الاعتبار لأنني أنا إنسان متفائلة أرى الإيجابي قبل السلبي مستحيل أرى السلبي أنا لكن في وحدة كتبت أنت إنسانة تختارين بدولة يعني دولة غير دولة أنا لا أعرف من كتبت لي في التعليق من أي دولة هي أصلا أنا أختار عشوائيا سبحان الله يكون سؤالها عن رجوع الحبيب وفي الكثير يعني تقريبا خلينا نقول 90% يبحثون عن عودة الحبيب متى الرجوع متى الرجوع طيب أنا شو أسوي يعني لما أجد تعليق متى الرجوع فأختاره أختاره بقطع النظر سواء كان تكرار السؤال أو يعني شو اللي زعجك أنت تكرار السؤال 20% من تبحث عن عمل أو أوراق أو أمور مالية أو شفاء أحد يعني 20% لكن 80% كلهم يبحثون عن الرجوع والزواج يعني أنت شو اللي زعجك من الموضوع وعلى الأقل أنه أنا أسوي مجهودات يعني كل هاي القراءات شوفوا كل هاي القراءات هاي 14 قراءة وهاي 30 قراءة هاي كل القراءات مو بالسهلة علي أنه أنا أكتب توقيتات وإكتب وإجي أنقل الأمور في صندوق الوصف يعني ليس سهل بالمرة التركيز لأنه الحمد لله كله يجي بالخبرة ويجي بتور الصبر أنا إنسانة طويلة الصبر ما شاء الله وكثيرة الكلام وليطاقات حلوة حتى لو تعرفوا حتى لو أنا حزينة ومتعبانة ومريضة نفسيا على زوجي ولكنني سبحان الله أستشفي حزني معكم يعني أسعد بسعادتكم وأفرح لفرحكم وأحزن لحزنكم فشكرا لكم أنتم دعمي أنتم سندي أنتم حبي وأنا أحبكم جدا فشكرا لكم لن أطيل طبعا ورح أسوي بقية القراءات ورح ينزل هذا الفيديو الأول وإن شاء الله الفيديو الثاني فشكرا لكم وتحية لكم مني من كامل الدول العربية من كامل المغرب العربي والخليج العربي والجالي المقيمة بالدول الأوروبية أو بالدول آسيا يعني بالعالم أجمع أنا ما عندي أي مشكلة مع أي دولة كل الدول كل المقيمين في أي دولة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين كلهم صديقاتي هذا هو الأهم فشكرا لكم يلا إلى اللقاء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورح ينزل الفيديوهات المتبقية إن شاء الله اشتركوا في القناة